اكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن استضافة مملكة البحرين لبطولة آسيا لرفع الأثقال تجسد الرعاية التي تحظى بها الرياضة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في إطار المسيرة التنموية الشاملة مشيرا سموه إلى أن هذه الرعاية الملكية تشكل الحافز الكبير للأسرة الرياضية في مملكة البحرين لتحقيق المزيد من المكتسبات مشيدا سموه بالدعم اللامحدود والمساندة الدائمة إن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم شتى البطولات التي تستضيفها المملكة والمساهمة الفاعلة في تقديم أفضل السبل لتسجيل المنجزات الرياضية مما يسهم في استضافة العديد من البطولات وتعزيز موقع المملكة كوجهة للسياحة الرياضية جاء ذلك خلال حفل افتتاح البطولة الآسيوية التي تقام تحت رعاية سموه والتي ينظمها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال وقد شهد حفل الافتتاح حضور سمو الشيخ فيصل براشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وسمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبرالمبية السعودية وسعادة الشيخ محمد بن دعيجي الخليفة رئيس اللجنة البرالنبية البحرينية سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الإعلام وسعادة السيد صالح بن هند المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سعادة السيد محمد جلود الشمري ورئيس الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال سعادة السيد محمد يوسف المانع وعضاء المكتب التنفيذي الدولي والآسيوي لرفع الأثقال وممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة وأوضح سموه أن المتابعة المستمرة والدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تلعب دورا رئيسيا في استقطاب البطولات على أرض المملكة ويسهم في نمو الاقتصاد والحركة السياحية تماشيا مع رؤية البحرين 2030 وقال سمو الشيخ خالد بن حمد أن استضافة مملكة البحرين للبطولة يدعم التوجه نحو تعزيز الشراكات مع الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية والإقليمية وتعد بطولة آسيا لرفع الأثقال إحدى البطولات المهمة التي ستشكل منعطفا مهما نحو مواصلة ازدهار الرياضة البحرينية هذا وشهد حفل الافتتاح فقرات متنوعة بعد ذلك ألقى رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سعادة السيد محمد جلود الشمري كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعاية سموه للبطولة واهتمام سموه المستمر في ازدهار رياضة رفع الأثقال كما ألقى رئيس الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال سعادة السيد محمد يوسف المانع كلمة وجه فيها شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تفضل سموه برعاية البطولة واهتمام سموه البالغ في دعم رياضة رفع الأثقال ومن جانبه أشار رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال سعادة السيد إسحاق إبراهيم إسحاق إلى أن رعاية سموه للبطولة سيكون لها الأثر الواضح في تحقيق كامل النجاح موضحا أن اللجنة المنظمة للبطولة حرصت على تقديم سبل الراحة للمنتخبات المشاركة وبعد ذلك شهد الحفل دخول طابور أعلام الدول الثلاثة والثلاثين المشاركة في البطولة ثم شهد عرض للفرقة الموسيقية بوزارة الداخلية بعدها أعلن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رسميا افتتاح بطولة آسيا لرفع الأثقال 2022 وفي ختام الحفل تسلم سموه هدية تذكارية من رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال موسيقى حدث كبير وهي بطولة آسيا والاتقام لأول مرة في البحرين أتمنى كل التوفيق للاتحاد البحريني وإن شاء الله البحرين تحقق نتائج مميزة في هذه البطولة وهي تكون انطلاقة خير للبحرين لتنظيم بطولات العالم وأني كريس الاتحاد دولي من عربي أفتخر بحفل الافتتاح اليوم الرائع والكتاب يبين من عنوانه إذا كان حفل الافتتاح وهذه الراوعة في البطولة راح تكون أربع اليوم بطولة آسيا تعود للبحرين يمكن أول مرة نستضيفها ولكن بعد جاءحة كورونا كثير من البطولات كانت متوقفة ولكن اليوم ردت والحمد لله أنه عندنا طاقم جدا مميز إداري قادر يخرج البطولة هذه حسب شهادة لا يستحاد الدولي ولا يستحاد الأسيوي بأن فعلا البحرين قدمت قبل افتتاح البطولة معشر بأن هناك نجاح لهذه البطولة قادم الذناه تعالى هذه الفعالية فعالية افتتاح البطولة كبيرة وهي بطولة آسيا الرفع الأثقال وآسيا من أقوى القارات من لعبة الرفع الأثقال آسيا أقوى قارة فهذه كأنها بطولة العالم فجميع أنظار الاتحاد الدولي والآسيوي كلهم عن البحرين فإحنا قلنا كلجنة منظمة لازم نشتغل قد ما نقدر عشان نرفع أسلم البحرين ونقدم الافتتاح في أفضل صورة والحمد لله يعني الكل شاد بالافتتاح فهذه أول نجاح من نجاحات البطولة